بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أبناء طلبة الصف الثاني عشر المسار العلمي والتكنولوجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس الرياضيات وهو بعنوان التكامل المحدود وهو الدرس الأول من الوحدة الخامسة الجزء الثالث أهداف الدرس سوف نتعلم في هذا الفيديو التعرف على خصائص التكامل المحدود وكذلك كيفية استعمال خصائص التكامل لإيجاد قيمة تكامل محدود أبناء الطلبة بما أن التكامل المحدود من A إلى B للدالة F of X DX يمثل تجميع المساحة من A إلى B تحت منحنة دالة F إذن يمكننا أن نعرف التكامل المحدود من A إلى A للدالة F of X DX equals 0 وهذا يعني أنه بما أننا لم نتحرك من نقطة البداية فإنه لا يوجد أي تجميع للمساحة وراحظ عزيز الطالب هنا الحد الأدنى 1 والحد الأعلى 1 فإن المساحة equals 0 وكذلك أبناء الطلبة إن تجميع المساحة من A إلى C وتجميع المساحة من C إلى B يساوي تجميع المساحة من A إلى B وهذا يعني أن التكامل المحدود من A إلى C للدالة F of X DX بلس التكامل المحدود من C إلى B للدالة F of X DX equals التكامل المحدود من A إلى B F of X DX والسؤال الآن ماذا يحصل لو عكسنا الترتيب المعتاد بحيث تصبح نقطة النهاية في الفترة هي الحد الأدنى للتكامل بينما تصبح نقطة البداية في الفترة هي الحد الأعلى للتكامل لاحظوا أبناء الطلبة على هذا الرصف البياني الموجود أمامنا الحد الأدنى للتكامل هو 1 بينما الحد الأعلى للتكامل هو 5 التكامل 5.33 لو عكسنا ترتيب الحدود بحيث أصبح الحد الأدنى equals 5 والحد الأعلى equals 1 نلاحظ أن التكامل أصبحت قيمته negative 5.33 وهذا يعني أن التكامل المحدود من a إلى b للدلة f of x dx equals negative التكامل المحدود من b إلى a f of x dx أي أننا إذا عكسنا حدود التكامل نضرب قيمة التكامل بـ negative 1 والآن لنتعرف على بعض خصائص التكامل المحدود أولاً الضرب بعدد ثابت التكامل من a إلى b للدلة k f of x dx equals k times التكامل من a إلى b f of x dx حيث k عدد حقيقي ثانياً الجمع والطرح التكامل من a إلى b للدلة f of x plus or minus g of x dx equals التكامل من a إلى b f of x dx plus or minus التكامل من a إلى b g of x dx أي أن التكامل يتوزع على الجمع والطرح خاصية الصفر إن التكامل من a إلى a f of x dx equals zero أي أنه إذا كان الحد الأدنى مساوياً للحد الأعلى في التكامل فإن قيمة التكامل equals zero الخاصية الرابعة وهي خاصية الإضافة التكامل من a إلى b f of x dx equals التكامل من a إلى c f of x dx plus التكامل من c إلى b f of x dx لكل عدد حقيقي c الخاصية الخامسة وهي ترتيب حدية التكامل إن التكامل من a إلى b f of x dx equals negative التكامل من b إلى a f of x dx أي أننا إذا عكسنا حدود التكامل نضرب قيمة التكامل b negative 1 الخاصية السادسة وهي حفظ التباين إذا كان f of x greater than or equals g of x في الفترة المغلقة من a إلى b فإن التكامل من a إلى b f of x dx greater than or equals التكامل من a إلى b للدالة g of x dx أي أن الدالة الموجبة تكاملها موجب وكذلك الدالة السالبة تكاملها سالب إذا كانت f of x greater than or equals zero فإن تكامل f of x على الفترة من a إلى b أيضاً greater than or equals zero والآن أعزائي الطلبة لننتقل إلى مثال رقم 3 صفحة رقم 55 لاستعمال بعض خصائص التكامل المحدود لحل بعض التمارين نص السؤال إذا كان التكامل من negative 1 إلى 1 للدالة h of x dx equals 7 والتكامل من negative 1 إلى 1 f of x dx equals 5 وكذلك التكامل من 1 إلى 4 للدالة f of x dx equals negative 2 أوجد كل تكامل مما يلي إذا كان ذلك ممكناً الفرع a التكامل من 4 إلى 1 f of x dx الفرع b التكامل من negative 1 إلى 4 f of x dx الفرع c الفرع c التكامل من negative 1 إلى 1 لـ 2 times f of x plus 3 times h of x dx الفرع d التكامل من 0 إلى 1 للدالة f of x dx الفرع e التكامل من negative 2 إلى 2 h of x dx أما الفرع f التكامل من 1 إلى 4 للدالة f of x plus h of x dx الحل أولاً الفرع a التكامل من 4 إلى 1 f of x dx نلاحظ أبناء الطلبة أن قيمة التكامل من 1 إلى 4 f of x dx معطاة لذلك حسب خصائص التكامل المحدود فإن التكامل من 4 إلى 1 f of x dx equals negative التكامل من 1 إلى 4 f of x dx وبما أن قيمة التكامل من 1 إلى 4 f of x dx equals negative 2 إذن قيمة التكامل من 4 إلى 1 f of x dx equals negative negative 2 equals 2 الفرع b التكامل من negative 1 إلى 4 f of x dx هنا أبناء الطلبة لا يوجد في المعطيات ما يدلنا على إيجاد قيمة التكامل بشكل مباشر ولكن يمكننا استخدام خصائص التكامل المحدود لإيجاد التكامل يمكننا أبناء الطلبة إيجاد تكاملين أحدهما يبدأ بـ negative 1 والآخر ينتهي بـ 4 لإيجاد قيمة هذا التكامل حسب خاصية الإضافة فنجد أبناء الأعزاء أن هناك تكامل من negative 1 إلى 1 f of x dx وأيضا هناك تكامل من 1 إلى 4 f of x dx إذن التكامل من negative 1 إلى 4 f of x dx equals التكامل من negative 1 إلى 1 f of x dx plus التكامل من 1 إلى 4 f of x dx equals الأول قيمته 5 والثاني قيمته negative 2 إذن المجموع equals 3 الفرع c حسب خصائص التكامل المحدود فإن التكامل يتوزع على الجمع والطرح إذن نوزع التكامل على الذالتين 2 f of x وكذلك 3 h of x إذن التكامل من negative 1 إلى 1 للدالة 2 f of x dx plus التكامل من negative 1 إلى 1 للدالة 3 h of x dx وأيضا حسب خصائص التكامل المحدود إذا كانت الدالة مضروبة بعدد ثابت يمكننا إخراج هذا العدد خارج التكامل إذن 2 times التكامل من negative 1 إلى 1 للدالة 2 f of x dx نعوض مكان التكامل للدالة 2 f of x وكذلك مكان التكامل للدالة 2 f of x حيث أنهما معطاتان في السؤال فنجد أن 2 times 5 plus 3 times 7 equals 31 الفرع d التكامل من 0 إلى 1 f of x dx هنا عزيزي الطالب المعطيات غير كافية لإيجاد التكامل المطلوب حيث أننا لا يمكننا القول أن التكامل المحدود على نصف الفترة يساوي التكامل على الفترة كلها الفرع e التكامل من negative 2 إلى 2 للدالة h of x dx أيضا عزيزي الطالب نلاحظ أن المعطيات غير كافية لإيجاد التكامل المطلوب وذلك لأننا لا نعرف شيئا عن الدالة h خارج الفترة من negative 1 إلى 1 الفرع f التكامل من 1 إلى 4 للدالة f of x plus h of x dx كذلك عزيزي الطالب أن المعطيات غير كافية لإيجاد التكامل المطلوب لا نعرف شيئا عن الدالة h خارج الفترة من negative 1 إلى 1 وبالتالي لا يمكننا إيجاد التكامل المطلوب حتى لو استعملنا خاصية الجمع التكامل المحدود والآن جاء دورك عزيزي الطالب للتدريب حاول أن تحل تمرين رقم 15 صفحة 60 نص السؤال لنفترض أن الدالتين f و g دالتان متصلتان وأن التكامل من 1 إلى 5 للدالة g of x dx equals 8 والتكامل من 1 إلى 5 للدالة f of x dx equals 6 والتكامل للدالة f of x dx على الفترة من 1 إلى 2 equals negative 4 استعمل خواص التكامل المحدود لإيجاد التكامل المطلوب الفرع A التكامل من 2 إلى 2 للدالة g of x dx الفرع B التكامل من 5 إلى 1 للدالة g of x dx الفرع C التكامل من 1 إلى 2 للدالة 3 times f of x dx الفرع D التكامل من 2 إلى 5 للدالة g of x dx الفرع E التكامل من 1 إلى 5 للدالة g of x dx الفرع F التكامل من 1 إلى 5 للدالة 4 times f of x minus g of x dx من فضلك عزيزي الطالب أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال ثم تحقق من صحة حلك أحسنتم أبناء الطلبة أوركت جهودكم وبارك الله فيكم دعونا الآن نتحقق من صحة حلكم الفرع A التكامل من 2 إلى 2 للدالة g of x dx لاحظ عزيزي الطالب أن الحد الأدنى للتكامل والحد الأعلى للتكامل متساويان إذن التكامل من 2 إلى 2 للدالة g of x dx equals 0 الفرع B التكامل من 5 إلى 1 للدالة g of x dx لاحظ عزيزي الطالب أن التكامل من 1 إلى 5 للدالة g of x dx equals 8 إذن التكامل من 5 إلى 1 g of x dx equals negative التكامل من 1 إلى 5 gx dx حيث أننا عكسنا ترتيب حدود التكامل الإجابة إذن هي negative 8 الفرع C التكامل من 1 إلى 2 للدالة 3 times f of x dx وحسب خصائص التكامل المحدود إذا كانت الدالة مضروبة بعدد ثابت يمكننا إخراج العدد الثابت خارج التكامل equals 3 times التكامل من 1 إلى 2 f of x dx وبما أن قيمة التكامل من 1 إلى 2 للدالة f of x dx equals negative 4 إذن الإجابة 3 times negative 4 equals negative 12 الفرع D التكامل من 2 إلى 5 f of x dx هنا أبناء الطلبة يمكننا استعمال خاصية الإضافة في التكامل فنجد أن التكامل من 2 إلى 1 f of x dx plus التكامل من 1 إلى 5 f of x dx يحقق هذه الخاصية لكن هنا التكامل من 1 إلى 2 f of x dx equals negative 4 إذن عكسنا حدود التكامل نضرب قيمة التكامل بـ negative 1 الناتج negative negative 4 plus 6 equals 10 الفرع E التكامل من 1 إلى 5 f of x minus g of x dx باستخدام خصائص التكامل يمكننا توزيع التكامل على الجمع والطرح إذن التكامل من 1 إلى 5 f of x dx minus التكامل من 1 إلى 5 g of x dx التكامل من 1 إلى 5 f of x dx معطى بالسؤال equals 6 وكذلك التكامل من 1 إلى 5 g of x dx أيضا معطى بالسؤال إذن الناتج negative 2 الفرع الأخير وهو الفرع F التكامل من 1 إلى 5 للدالة 4 f of x minus g of x dx وباستخدام خصية توزيع التكامل على الجمع والطرح يكون التكامل من 1 إلى 5 للدالة 4 f of x dx minus التكامل من 1 إلى 5 g of x dx وللاحظ عزيزي الطالب أنه في التكامل الأول يمكننا إخراج الرقم 4 خارج التكامل إذن 4 times التكامل من 1 إلى 5 f of x dx minus التكامل من 1 إلى 5 g of x dx التكامل من 1 إلى 5 معطى بالسؤال equals 4 times 6 وكذلك التكامل من 1 إلى 5 g of x dx أيضا معطى بالسؤال الناتج إذن 24 minus 8 equals 16 لننتقل الآن أيضا أبناء الطلبة إلى مثال آخر نوضح من خلاله كيفية إيجاد التكامل المحدود لننتقل إلى مثال رقم 4 صفحة رقم 56 الفرع A أوجد التكامل من 2 إلى 5 للدالة 6 x power 2 minus 3 x plus 5 dx الفرع B أوجد التكامل من 1 إلى 2 لـ dy over y الحل الفرع A التكامل من 2 إلى 5 لـ 6 x power 2 minus 3 x plus 5 dx هنا أبناء الطلبة يمكننا استعمال خواص التكامل المحدود بالإضافة إلى النظرية الأساسية في التفاضل والتكامل فنقوم أبناء الطلبة أولا بتوزيع التكامل على الجمع والطرح كما تعلمنا في خصائص التكامل المحدود ثم نقوم بعملية التكامل حسب قواعد التكامل التي تعلمناها في الوحدة الأولى وذلك بإضافة 1 إلى القوة والقسمة على القوة الجديدة وبالاختصار ينتج أن التكامل equals 2 x power 3 من 2 إلى 5 minus 3 x power 2 over 2 من 2 إلى 5 plus 5 x من 2 إلى 5 وباستخدام النظرية الأساسية في التفاضل والتكامل وذلك بتعويض الحدود نجد أن قيمة التكامل المحدود equals 217.5 الفرع B التكامل من 1 إلى 2 لـ dy over y هنا عزيز الطالب يمكننا كتابة السؤال بطريقة أخرى التكامل من 1 إلى 2 لـ 1 over y dy وباستخدام خواص التكامل المحدود والنظرية الأساسية في التفاضل والتكامل يمكننا إيجاد تكامل هذه الدالة ومن ثم حساب قيمتها إذن التكامل equals lin absolute value of y من 1 إلى 2 وبتعويض حدود التكامل lin absolute value of 2 minus lin absolute value of 1 الناتج lin absolute value of 2 equals 0.69 تقريبا والآن جاء دورك عزيز الطالب للتدريب حاول أن تحل التمرينين رقم 18 و 19 صفحة 60 أوجد قيمة التكامل المحدود تمرين رقم 18 التكامل من 3 إلى 5 للدالة 2x power 3 minus 3x plus 4 dx التمرين رقم 19 التكامل من 1 إلى 3 2 over y dy من فضلك عزيز الطالب أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال ثم تحقق من صحة حلك أحسنتم أبناء الطلبة بارك الله فيكم دعونا الآن نتحقق من صحة حلكم أولا التمرين رقم 18 التكامل من 3 إلى 5 لـ 2x power 3 minus 3x plus 4 dx نستطيع استخدام خواص التكامل المحدود والنظرية الأساسية في التفاضل والتكامل لإيجاد هذا التكامل نكامل حسب قواعد التكامل التي تعلمناها في السابق فنجد أن الناتج 2x power 4 over 4 minus 3 times x power 2 over 2 plus 4x من 3 إلى 5 وبالاختصار ينتج أن x power 4 over 2 minus 3 times x power 2 over 2 plus 4x من 3 إلى 5 وبتعويض الحد الأعلى وتعويض الحد الأدنى يكون ناتج التكامل equals 256 تمرين رقم 19 التكامل من 1 إلى 3 2 over y dy كما تعلمنا سابقا أبناء الطلبة أن التكامل 2 over y equals 2 ln absolute value of y من 1 إلى 3 وبتعويض حدي التكامل الحد الأعلى 2 ln absolute value of 3 minus الحد الأدنى 2 ln absolute value of 1 يكون الناتج 2 ln absolute value of 3 minus 0 equals 2 ln absolute value of 3 والناتج تقريبا 2.2 وفي الختام أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الشرح أشكر لكم حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة